سقطة إعلامية أخرى يتبعها الحذف ومحاولة يائسة لإنقاذ الموقف قناة الجزيرة القطرية تنشر مقطع فيديو لقيادي سابق في جبهة المصرة الإرهابية وتروج له على أنه ناشط سياسي بدأت الوقاعة ببث القناة مقطعا مصورا لمصلح العلياني وقدمته على أنه مدون وتضمن الفيديو انتقادات موجهة من العلياني للسعودية وعقب تداول الفيديو انهالت الانتقادات على القناة كاشفة عن حقيقة الشخص وطبيعة نشاطه الإرهابي ودشن مغردون السعوديون واسما يحمل اسم الإرهابي عند الجزيرة مدون واستقطب الوسم ألاف المغردين من بينهم نخب تضم إعلاميين وكتابا وقال مغردون ان القناة تدعم الإرهاب وتزيف وتدلس وتقدم مدانين بالإرهاب على أنهم ناشطين ومعارضين أو دعاء وتحت الضغط والانتقادات اضطرت القناة لحذف المقطع من على جميع منصاتها واقعة يصعب تصنيفها على أنها صدفة أو خطأ مهني فقد سبق للقناة نفسها قبل سنوات أن أفردت مساحة واسعة لزعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني لنشر أفكاره الهدامة والتحريض على العنف الدور نفسه قامت به قبل عقود عبر بث تسجيلات وخطابات لزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن ولعبت الدور نفسه من بعده مع خليفته أيمن الظواهري وقامت القناة بتخصيص برامج بأكملها لأشخاص يحرضون على العنف ويدعون إليه مثل القيادي في تنظيم الإخوان يوسف القرضاوي وغيره ممن تسخر الدوحة كل منصاتها الدعائية لخدمة أفكارهم ترجمة نانسي قنقر